عندما تكون جبال بلغازي وأوديتها شرق منطقة جازانة أكبر حاضنة لأشجار السدري في المنطقة كان لزاماً أن تكون العداب عاصمة للشهد ووجهة للنحالين ومقراً سنوياً لمهرجان العسل والذو يقيم هذا العام في نسخته الخامسة برعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جازان أنا شاركت في جميع النسخ السابقة وهي طبعاً هذا يعتبر المهرجان الخامس وكان الحمد لله يعني كل سنة أفضل من السنة السابقة من ناحية التنظيم ومن ناحية أيضاً المعروض وأيضاً من ناحية الزوار المهرجان يوجد مختبرات للعسل نوع جيد والمختبر يعني العسل داخل القيمة بشكل عام ما يدخل لشيء مضمون وهذه فرصة للنحالين وفرصة للإنتاج معرفة كنسبة الإنتاج معرفة النحل معرفة الأشجار المثمرة يأتي المهرجان متزامناً مع موسم أشجار السدر والتي ينتج منها النحل واحداً من أجود أنواع العسل وأكثرها طلباً كما يحوي المهرجان عدداً من الأركان والفعاليات المصاحبة بهدف جعل المهرجان وجهة سياحية تستهوي زائريه من داخل المنطقة وخارجها وعندنا أنواع كثيرة من العسل يعني عندنا كل سنة الطوى عندنا عسل السيدر وعندنا المسني وعندنا الطلح وعندنا المراعي وعندنا الشوكة وعندنا أنواع كثيرة من الأسل المهرجان أتاح لنا الفرصة للمشاركة بالمروث الشعبي والوح في الفن التشكيلي والتصوير الفوتوغرافي والخط العربي وهذه فرصة للفنانات والفنان بالمحافظة لإبراز مواهبهم وإبداعاتهم بين محتف ومنتج ومشتري يقود هذا العسل الجبلي حراكاً اقتصادياً وكرنفالاً احتفالياً يليق به وبما يحمله من جودة جعلت منه منتجاً وطنياً ومنافساً عالمياً للإخبارية حسن الغزواني